من غزة حازم البنّة مراسل الغد حازم جدول اجتماعات الوفد الأمني المصري اليوم في غزة يعني بالفعل قبل ساعة من الآن وصل الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء عبدالخالق يعني مسؤول من الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر إيرز وأخذ يقوم بجولة على حدود قطاع غزة وسيلتقي بقيادة حركة حماس في قطاع غزة للتباحث بشأن يعني ملف التهدئة وأيضا كسر الحصار والعلاقات الثنائية بين الجانبين ومعروف بأنه منذ مساء الجمعة الماضية كان الوفد الأمني المصري يقوم باتصالات مكثفة بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على ضوء التصعيد الناجم بعد قتل الإسرائيل لطفلين فلسطينيين خلال فعاليات مسيرات العودة وما أعقب ذلك من يعني إطلاق صواريخ والتصعيد الإسرائيلي وأيضا إطلاق الحوامة المسيرة من قطاع غزة عب وناسفة باتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية كل هذه التطورات أدت إلى ربما تبكير وصول الوفد المصري إلى قطاع غزة وكما ذكر سيكون بلقاء مع قيادة حركة حماس لمناقشة كل هذه التفاصيل ومحاولة منع التوتر والتصعيد داخل قطاع غزة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية هناك الكثير من التهديدات الإسرائيلية بتصعيد الأوضاع في قطاع غزة في ظل هذا التسخين الميداني الحاصل ولكن حتى اللحظة سيكون هناك اجتماعات جارية حتى اللحظة ما زالت اللقاءات تجري بين الوفد الأمني المصري وقيادة حركة حماس لم يصدر هناك أي تصريحات بشأن فحو هذه الاجتماعات لكن بالتأكيد ستناقش القضايا الساخنة قضايا الساعة الساخنة ملف التصعيد الإسرائيلي وردود فعل الفصائل المعروف بأن الفصائل رفضت كلها أشكال التصعيد الإسرائيلي سواء قتل المتظاهرين بالرصاص الحي خلال مسيرات العودة أو قصف المواقع العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية في القطاع في كل إحوال ربما يكون هناك لقاءات أخرى مع فصائل لا يوجد هناك تفصيل حول جدوى الأعمال الوفد المصري بشكل واضح لكن ربما يكون هناك لقاءات مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي أو مع باقي الفصائل الفلسطينية على اعتبار بأنه في بعض الملفات التي لها علاقة بالوضع الميداني أو ملف المصالحة الفلسطينية لا يعرم إذا كان هناك سيتم التطرق بالتأكيد كلها ملفات متشابكة يمكن أن يتوسع جدوى الأعمال الوفد المصري باتجاه لقاء فصائل أخرى لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لكن في كل الأحوال الوضع الميداني جدا حرج في قطاع غزة وحساس في ضوء التهديد والتهديد المقابل يعني الإسرائيل تهدد بأن المعركة القادمة مع قطاع غزة ستكون نقطة تحول وفصائل لن تصمت كما ذكرت بياناتها وتصريحاتها على استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية سواء فيما تعلق بملف التهديئة أو ملف كسر الحصار وتقديم تسهيلات لقطاع غزة عزم البن مرئيس الغد من غزة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر